وعلى ذكر الخيارات المطروحة فأن الحديث عن المعارضة وحكومة الطوارئ تحول إلى ورقة ضغط من العيار الثقيل فكل فريق يريد كسب نقاط إضافية فتحالف الفتح طالباق وأنقاض وطن بالذهاب إلى المعارضة النيابية لعدم قدرته على تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة معتبرا المعارضة حالة صحية في العمل السياسي حسب ما يرى عضو التحالف محمود الحيالي ولم يتأخر رد الثلاثي حيث أكد النائب فهد الراشد حقية الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية وكذلك ذهب أي طرف سياسي للمعارضة من أجل رقابة أداء الحكومة ليبقى الخيط الرابط بين الموقفين مثال الاهتمام الآخر لأن أبواب الحوار لم تغلق جميعها حتى كتابة هذا الخبر بانتظار الفرصة الأخيرة قبل ساعة من انعقاد جلسة الأربعاء بما في ذلك طرحوا مرشحين جدد لرئاستين الجمهورية والوزراء وفي المقابل أكد الخبير القانوني علي التميمي أن تمرير الرئيس أسهل بكثير من أعلان حالة الطوارئ التي تستوجب موافقة ثلثي أغلبية عدد الحضور بعد تحقيق النصاب القانوني لمجلس النواب وبطلب رسميا مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء وهي الحالة التي لا ينشغل النواب فيها كثيرا لأنها غير متحققة لأن بغداد مرت بظروف أصعب ولم تعلن فيها حالة الطوارئ من زمن حكومات الجحفر والمالك والعبادي على حد قول القياد في الإطار عصام الجريتي ما يكشفه عن طبيعة الترهيب النفسي في خيار المواجهة البديلة